اشتركوا في القناة المضير هي من القبالة اليهودية اللي كانت تسكن حصا قريب من المدينة المنورة زي بني قينقاع أو قينقاع يهود نفس الاشي كان بينهم بين النبي ميثاق واحد واجلاهم في السنة الرابعة لهجر له لانهم غدروا وتآمروا وحاولوا قتله شو القصة وشو الدروس المستفادة سبب الغزوة ان كان فيه من الوثيقة كتبها النبي بعد ما وصل للمدينة ان يتعاون اليهود مع المسلمين في دافع ديات القتلة ولذا ذهب النبي إلى اليهود يستعين بهم في دافع دية رجلين قتل خطان فقالوا نفعل يا أبا القاسم ما أحبب جلس النبي تعد جدار اليهم في انتظارهم ان يأتوا بما وعدوا به من المساهمة في الدية خل اليهود ببعضهم ببعض وتآمروا انهم يقتلوا النبي واتفقوا على ان يصعد احدهم الجدار فيلقي على النبي صخرة كبيرة نزل الوحي على النبي بخبره بما هم اليهود به فنهض سريعا كأنه يريد حاجة وتوجه إلى المدينة ولحقوا أصحابه فقال قمت ولم نشعر قال همت اليهود بالغدر فأخبرني الله بذلك فقمت دور عبد الله بن أبي بن أبي سلول هذا المنافق يوم راح النبي إلى اليهود يطلب منهم الخروج من المدينة ويمهلهم عشر أيام ويعلمهم ان سيقتلهم من ما خرجوش قالوا الخروج وأخذوا يستعدون له فسعبد الله بن أبي بن أبي سلول أرسل إليهم لا تخرجوا من دياركم فإن معي ألفين من قومي وغيرهم يقاتلون عنكم يعني معي اثنين ألفين واحد بيقاتلوا النبي بدالكم وهذا كنزل فيه إلى آيات هاي النبي بحاصر بين النظير ويجليهم عن المدينة سجاب اليهود وردوا عليه وتحصنوا في حصونهم خرجوا ليهم النبي بجيشه وضرب عليهم الحصار وحرق الخيل تباحهم ألقى الله في قلوبهم الرعب ودب لأسفي قلوبهم خذلهم زعيم المنافقين وما نصرهم وفق على الخروج تركوا سلاحهم حاملين من أموالهم ما استطاعت يبلوهم حملة وما لم يستطيعوا حملة قاموا بتخريبه حتى لا يستفيد منه المسلمون وفي يوم نزل قول الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم إلى آخر الآيات الدروس والعبرة المستفادة في هاي الغزوة العقوبة التي تعرض لها بن النظير بسبب غدرهم وخيانتهم للمواثيق الرعب جندي من جنود الله بيقف في قلوب أعداء وغطور الدور المنافقين وتأمرهم مع الأعداء نطلع على التقويم مع بعض شو أسباب غزوة باني النظير إذ هي غدر اليهود ونقض العهود مع المسلمين حاول يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم قارن بين موقف المؤمنين وموقف المنافقين من خلال ما ورد في الدرس المؤمنون ثابتون على الإسلام والحق وبضحوا في سبيل الله ويدافوا عن الله ورسوله يعني عن دين الله المنافقين بعطوا الولاء لليهود وبقدر المسلمين أنصروا اليهود وضع خمسة من الدروس المستفادة من الغزوة الغدر والخيانة ونقض العهود من صفات اليهود المنافقون بسركوا دائما بشكل خطر حقيقي على الإسلام ومثل المنافقون خطرا كبيرا ووضح ذلك لأنهم بيعلموا أخبار المسلمين ومدى قواتهم وتحضيرهم وشو بيصير في صفوفهم ووصلوا خطاك المعلومات للعدو وغير ذلك أنه بيظهروا المحبة والولاء للمسلمين وفي داخلهم العداوة والحقظ للمسلمين بهاي الطريقة هيك الدرسنا بيكون انتهى والأسهل منه شوكوا في درس قادم إلى اللقاء